انتهى المشوار الافريقي للأهلي في النسخة الاولى للدور الافريقي ومش هنتكلم كتير عن البطولة خلاص البطولة انتهت بالنسبانا بايجابياتها بسلبياتها وطبعا في بداية الحديث عن البطولة كان عندنا امال كتيرة جدا وطموحات كبيرة ان البطولة هتكون نسخة مقررة على الاقل من كاس العالم ما للاندية ولكن قدر الله وما شاء فعل خلصت البطولة باحداثها وسلبياتها للأسف الكتيرة جدا لعله وعسى مش هتكلم على التحكيم يمكن التحكيم كان سبب رئيسي مش هقول في اصابة ريدا سلين يعني اصابة ريدا سلين ده اكبر دليل ان الكرة كانت فاول ولكن ما علينا التحكيم كان ليه وعليه في البطولة دي كتير قوي ونتمنى ان ده ما يتقررش في دوري ابطال افريقيا لفترة اللي جاي ولكن لما نشوف مباريات كاس العالم للاندية بعد اجتمال اسماء الفرق المشاركة بعد مبارح حسم الفري البرازيلي فلورومنزي بطل كوبا لبرتادورس اجتمال الاندية اللي هتشار في كاس العالم هنبدأ نشوف الفرق ما بين كاس العالم للاندية والنسخة التجربية للطبايت في الدوري الافريقي اللي كانت فيها مشاكل تنظمية كتيرة ابرزها مباراة النهاية اتأجلت 24 ساعة عشان جنوب افريقيا مرتبطة بمباراة في نفس يوم اقامة مباراة الفايلال وده يندل على شيء بيدول ان البطولة كانت بتشتغل بالاهواء ودون اي نظام او دون اتباع اي طرق للوايح في هذه البطولة فعموما النسخة كانت مهمة جدا عشان نعرف اللي جاي هل بالنظام ده هتستمره ولا مش هتستمره انك هتسلبيته بصراحة كتير جدا 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 طيب هنتكلم على مشوار افريقي اخر ولكن ليه علاقة بدوري ابطال افريقي والناس ما تستغربش النهاردة 5 نوفمبر ده لسه كتير لا ده بقى قال لي من 3 اسابيع على اول مباراة للآله في دوري ابطال افريقي امام دياما الغاني الجولة الاولى هتكون في ان شاء الله في القاهرة فيه تصريح مهم جدا خارج به المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي الاستاذ وليد عبدالوهاب وعد على ناس كتيرة ولكن احنا مننا بنتعامل مع الخبر والمعلومة انه اساس شغلنا مع حضراتكم اكيد فيه تفاصيل ما ينفعش اتعدي من قدامنا لانه كان طلع وقال ان استاد القاهرة هيغلق استاد القاهرة هيغلق خلال الفترة اللي جايه فانا الفترة اللي جايه المفروض المنتخب عنده اجندة دولية والاهلي عنده مباراتين على ملعبه في دوري ابطال افريقية احد ايام 24 25 نوفمبر واحد ايام 8 او 9 ديسمبر مع شباب بولزداد قبل الصفر الى المملكة العربية السعودية انلعب ثلاث جولات قبل الصفر الى كأس العالم للاندية طب الاستاذ لو اتقفل الموقف الرسمع يرى ايه لمشاركة الاهلي في البطولة الافريقية لان الاهلي اختار استاد القاهرة هو الملعب الرئيسي والاساسي ليه في البطولة سألت وطقصت وحاولت اعرف الدنيا تمشي ازاي عرفت ان الاتحاد الافريقي المفروض بينتظر خطاب رسمي خلال الساعات اللي جاية عشان يعرف مباراة الاهلي في الجولة الاولى هتتلعب فين وسألنا الاستاذ وريد عبد الوهاب مدير هاية استاد القاهرة وقال لنا انه بشكل رسمي استاد القاهرة الدولي هيغلق فجر يوم 17 نوفمبر بعد مباراة منتخبنا الوطني مع جيبوتي في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم الجولة الاولى يوم 16 نوفمبر بالليل على طول بعد المباراة فجر يوم 17 الاستاذ هيتقفل لانه هيتم الصيانة لارضية الملعب وزرع فيما معناه يعني بيقوله زرع البزرة الشتوية عشان ان نجي لها في الفترة اللي جاي طيب لما سألنا استاذ وليد الاستاذ هيتقفل فترة قد ايه من 17 نوفمبر لغاية قد ايه في الجولة الاولى مش هتتلعب على استاذ القاهرة مش هتتلعب على استاذ القاهرة وده كلام نهائي رسمي بنقوله لحضراتكم طب هذه المباراة تتلعب فين في الاستاذات المعتمدة في مباراة ادوار المجموعات استاذ القاهرة استاذ السلام استاذ 30 يونيا في الدفاع الجوي استاذ برج العرب استاذ سويس استاذ هيئة قناة السويس بنتكلم على ست ملاعب معتمدة في مصر هل الاهل يلعب مع مدياما في استاذ السلام حتى الان الاهل لم يحدد موقفه في الملعب البديل هل ممكن الاهل يروح يلعب في استاذ برج العرب برضو ده يتحدد خلال الفترة اللي جاية هل استاذ السلام ممكن يكون متاح مش عارفين الموقف ايه الرسمي خلال الفترة جاية ولكن الشيء اللي طمني ان الاستاذ هيتقفل اسبوعين يعني معنى كده ان الجولة التالتة مع شباب الازداد الجزائري في القاهرة من المفترض ان هي هتتلعب في استاذ القاهرة لان كلام رئيس هاية الاستاذ ان الاستاذ هيبقى مقفول لمدة اسبوعين فترة الاسبوعين تخلص بحد اقصى اربعة خمسة ديسمبر ماتش شباب الازداد يوم تسعة ديسمبر فبالتالي الكلام على ماتش الجولة الاولى بس هيتلعب في السلام ولا هيتلعب في برج العرب ولا هيتلعب فين مش عارفين معلوماتي ان الزمالك بلغ الاتحاد الافريقي انه يلعب في استاذ برج العرب ماتش الكونفدرالية اول مباراة للزمالك هتبقى في استاذ برج العرب الكمان الكلام ان مدرن فيوتشر بيفقر يلعب في استاذ السلام ولكن الاهل هتبقى مباراته قبل مباراة فيوتشر والزمالك لان الاهل هيلعب احد ايام جمعة وسب وبيراميز أصدق فيوتشر والزمالكة يلعبه يوم الحد لأن الكونفيدرالية يوم الحد بيراميز كده ملعبه 36 يونيو في الدفاع الجوي ده ملعب بيراميز وما فيش فيه أي مشكلة لكن المشكلة كلها في أستاذ القاهرة وهيتقفل في الفترة من 17 نوفمبر لمدة إسبوعين يعني بحد أقصى 4-5 ديسمبر وبالتالي التصريح اللي خرج من رئيس هاية الأستاذ دورنا وراه سألنا عرفنا أن كده معناها أن أول مباراة للأهلي في دورة أبطال إفريقيا لن تقام على استاذ القاهرة الدولي وخلال الساعات اللي جاية المفروض الأهلي بيحدد الملعب البديل في معلومة كمان وإحنا لما بنحب بنسأل كتير يعني الحمد لله بنطلع بكم كويس من المعلومات في معلومة كمان أن الأهلي بيفكر في ملعب آخر غير الملعب اللي أنا ذكرتها والمعتمدة من الاتحاد الإفريقي هل الفترة اللي جاية هتبقى فيه زيارة من الكاف للتفتيش على أحد الملعب اللي الأهلي بيقترحها أنه يلعب عليها هنا في القاهرة ده هنشوفه الفترة اللي جاية مش هقول اسم الملعب لغاية لما نشوف الموقف الرسمي لأن عشان تختار ملعب ليس معتمد من ضمن الملعب الرسمية لازم الاتحاد الإفريقي يجي يعمل تفتيش على هذا الاستاذ عشان يدي أبروف على استضافة هذا الاستاذ وبالتالي هنشوف الفترة اللي جاية الأهلي أكيد الجهاز الفني مش عايز يطلع بره القاهرة وفي نفس الوقت عايز يختار ملعب يكون مناسب وقريب شوية من استاذ القاهرة ولكن إيه الملعب اللي ممكن الأهلي يختاروا الفترة اللي جاية الله أعلم لغاية لما نشوف القرار الرسمي من الاتحاد الإفريقي ومن النادي الأهلي في ظل أن الاستاذ هيغلق من 17 نوفمبر لمدة 15 يوم شكرا